اهلا بكم الى ملفات وافق وزراء الخارجية العرب على مشروع قرار بانشاء قوة عسكرية عربية مشتركة وكلف وزراء الخارجية العرب المجتمعون في شرم الشيخ المصرية في اطار التحضير للقمة العربية في دورتها السادسة والعشرين كلفوا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بدعوة رؤساء الأركان العرب للاجتماع خلال شهر لإنشاء القوة المشتركة التي أوكلوا إليها مهمة التدخل السريع لمواجهة تحديات أمن الدول العضاء إنشاء ألية تابعة للجامعة العربية تشرف على أو تنصق هذا العمل فهذا عمل اختياري تقوم به مجموعة من الدول مجلس التعاون الخليجي معظم أعضاؤه بالإضافة إلى مشاركة دول أخرى مثل مصر والأردن فسير في إطار التنسيق المشترك بين الدول التي ترى أهمية العمل على تثبيت الاستقرار وهناك دعم دولي من شركاء دوليين يشعرون بالأهمية لإطلاع الدول العربية بهذه المسؤولية فنحن علينا أن نطلع بمسؤوليات التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي ولا نعتمد على التدخلات أو الإسلامات الخارجية لأننا نحن نعلم بزروف واحتياجات المنطقة ونستطيع أن نواجهها بفضل قدرتنا الزاتية قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أن بلاده تتوقع انضمام المزيد من الدول العربية إلى التحالف الخليجي العربي ضد الإنقلابيين الحوثيين في اليمن وأضاف ياسين أن المشاركة البرية في العمليات العسكرية الدائرة الآن تتوقف على سير العمليات البحرية والجوية هذا تحالف رائع في وقت تمر فيه الأمة العربية بكثير من العقبات والمشاكل أعتقد هذا التحالف سيعيد الثقة من قبل اليمنيين والعرب الذين يعيشون في كثير من البلاد العربية مشاكل مثل ليبيا وسوريا وغيرها سيعيد الثقة بأن العالم العربي الآن يتخذ قرارات حقيقية وليست مقرد بيانات إدانة وغيرها ولكن عندما استخدموا الحوثيون السلاح وعملوا الانقلاب غير الشرعي كان يفترض أن يتوقف هذا الحوار حتى يكون وسيلة من وسائل الضغط عليهم ليعودوا إلى طاولة الحوار لكن استمرار هذا الحوار في ظل اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء وفي ظل استمرارية مصادرة مؤسسات الدولة كان يعني شرعنا للانقلاب المشاركة البرية وغيرها تعتمد على الحاقة عند الضرورة ستكون هناك مشاركة برية وبحرية وصل إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من عدن الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية صور وصول هادي إلى قاعدة الرياض الجوية وكان في استقبله وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان نجلو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزة وكان التلفزيون السعودي الرسمي قد قال في وقت سابق إن الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي قد غادر مدينة عدن إلى شرم الشيخ المصرية للمشاركة في أعمال القمة العربية المنعقدة هناك إلى ذلك أعلن متحدث عسكري سعودي أن السعودية لن تسمح للحوثيين بتسلم أي إمدادات حتى تنتهي عملية عاصفة الحزم وتواصل القوات السعودية وأكثر من عشر دول مهاجمة مواقع للانقلابيين الحوثيين في اليمن والتي تمكنت من تدمير غرفة عمليات الحوثيين في مدينة صنعاء فيما تمكنت قوات رئيس هادي من سيطرة على مطار مدينة عدن من اليمن نادى هادي أن أنجد اليمنيين من عدوان الميليشيات الحوثية فاستجاب العرب بقيادة السعودية بعاصفة حزم جمعتهم فوق رؤوس الحوثيين فأصبح لا صوت يعلو فوق صوت المعركة في اليمن الأربعاء على الحوثيين لم يكن كالخميس فلم تمر سوا سويعات قليلة على وصولهم إلى مشارف عدن حتى كانت الطائرات الحربية السعودية وأكثر من عشر دول عربية تدك مواقعهم في صنعاء السعودية تشارك في العملية بقوة قوامها 150 ألف جندي و100 طائرة والعديد من الوحدات البحرية أما مصر وباكستان فتشاركان بسفن حربية وطائرات مقاتلة معلنين استعدادهما للمشاركة بقوات برية بينما تشارك الإمارات بثلاثين مقاتلة وقطر بعشر مقاتلات والكويت بخمس عشرة مقاتلة والبحرين بالعدد ذاته والأردن بست مقاتلات والمغرب بعدد المقاتلات ذاته والسودان بثلاث مقاتلات وبحسب مصادر أمنية فإن أهم الأهداف التي تم توجيه ضربات جوية لها هي قاعدة الديلمي والشرطة العسكرية والقصر الرئاسي والفرقة المدرعة الأولى والقوات الخاصة وقيادة قوات الاحتياط في صنعاء وقاعدة العند الجوية في لحج جنوبي اليمن ومواقع عسكرية في صعدة وكالة الأنباء السعودية الرسمية أكدت أن غارات عاصفة الحزم أسفرت عن تدمير الدفاعات الجوية الحوثية بالكامل وبطاريات صواريخ سام وأربع طائرات حربية وفيما تؤكد مصادر عسكرية هروب قيادات عسكرية موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من عدة مواقع في صنعاء جراء العملية تمكنت القوات الموالية للرئيس هادي من استعادة السيطرة على مطار مدينة عدن وتؤكد مصادر مقتل قيادات ميليشيات حوثية منهم عبدالخالق الحوثي والفيشي وإصابة رئيس اللجنة الثورية للحوثيين محمد علي الحوثي فيما شهدت مدرية ميران في صعبة معقل ميليشيات الحوثيين دوياً في جارات عملية عاصفة الحزم التي لا تزال مستمرة حذرت قيادتها المركزية من الاقتراب من موانئ اليمن فيما تقول مصادر سعودية إنه قد تكون هناك حاجة لهجوم بري لاستعادة النظام في اليمن من مدينة صنعة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السيد عادل الشرجبي سيدي أهلا بك ومن شرم الشيخ المصري الكاتب والمحلل السياسي والمختص بشؤون الجامعة العربية سيد مراد فتحي سيدي أهلا بك ومعي في الاستوديو الدبلوماسي اليمني السابق سيد محمد قباطي سيدي مرحبا وأيضا الدكتور فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن سيدي أهلا بك أبدأ من الصنعاء طبعا موقع الحدث هناك سيد عادل مرحبا بك مرة أخرى ما يجري من عمل عسكري بقيادة السعودية هذا التحالف عاصفة الحزم كم نستطيع أن نقرأ في الرسائل التي ثبتت حتى الآن منذ انطلاق العملية العسكرية حتى الآن طبعا هذه العملية وجهت رسائل قوية إلى الحوثي وعلي عبدالله صالح نحن متعودون من علي عبدالله صالح أنه رجل انفعالي ومتسرع وإذا كان لديه قدرات كان سيظهر علينا هذه الليلة بخطابات نارية ولكنه هرب إلى مخبأ في قريته سنحان ولم يتحدث على الإطلاق الحزب المؤتمر الشعبي العام وقه بيان بيان ضعيف جدا الحوثي أيضا كلمته هذه الليلة تدل على أنه مرتبك وغير قادر على تجميع أفكاره فبالتأكيد هي رسالة قوية الرسالة الأخرى أيضا لكل المتعاونين مع هذه القوى بأنه لن نسمح باليمن أن تنزلق إلى حرب أهلية طويلة تسقط النظام وتسقط الرئيس الشرعي عبدالربون منصور هادي التوسعة اليوم والضربات يعني أنا وانا قادم للستوديو كان هناك ضرب على العاصمة صنعاء وفي تعز تم استهداف قاعدة طارق القوية وفي الحديدة أيضا القاعدة القوية استهدفت وبالتالي هي عملية شاملة طيب الآن أعتقد أن هناك هروب لكثير من القادة العسكريين يعني قبل قليل بلغتنا أخبار بأن أركان حرب الليوة 39 في عدن استولى على عدد كبير من الأسلحة وسافر إلى قريته في محافظة القوف وبالتالي أبدو أن الرسائل كانت قوية وبدأ البعض يفهمها وبدأوا يبتعدوا عن صالح والحوذي طيب نشرك معنا الكاتب والصحفي سيد مراد فتحي ضيفنا من شرم الشيخ سيدي أهلا بك بسخونة الميدان في صنعاء يبدو أن اجتماعات التحضير للقمة العربية اجتماعات وزراء الخارج اليوم جاءت ساخنة وخرجت بعبارات ذات معاني سياسية ثقيلة أولها البحث عن مساندة قوية سياسية عسكرية لما يجري في اليمن في عاصفة الحزم نتحدث عن هذا المعنى الجديد للعمل العربي هذا صحيح لقد صدر اليوم عن وزراء الخارجية العرب التحضيري بيان سياسي لدعم العملية العسكرية والإجراءات المتخزة من قبل الدول المتحالفة لمواجهة الانقلابيين الحسيين صدر بيان سياسي يوفر غطاء سياسي لهذه العملية إلى جانب وجود دعم حقيقي من قبل الدول الأطراف وحتى الدول الأخرى التي لم تشارك أيادة سياسيا باستثناء دولة العراق هي من سجلت اعتراضها على الجزائر كذلك ولبنان سجل الجزائر لم تسجل أي موقف أبدا أنا قرأت الإعلان السياسي من سجل فقط هو العراق ولبنان سجل موقفه النأي بالنفس وهي سياسة متبعة منذ الأزمة السورية هناك غطاء سياسي عربي اللي هي التدخل العسكري المشروع وكل ما استند عليه البيان السياسي هو مساق الجامعة العربية والمدة الثانية من معاهدة الدفاع العربي المشترك والمدة الواحدة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة وكلها تؤكد حق دول الجوار في الدفاع عن نفسها ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن هذا عن الشق السياسي أما عن الجزء الخاص بالقرار بتطورات الأوضاع في اليمن هناك مشروع قرار آخر مرفوع إلى القمة العربية من أجل التعبير عن التضامن مع اليمن ودعم المبادرة الخارجية ودعم دعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة الحوار اليمني في الرياض إذن هناك رسائل سياسية كثيرة ظهرت اليوم من وزراء الخارجية وكان موضوع اليمن هو الموضوع الرئيس على أجندة وزراء الخارجية العرب وسيكون كذلك على أجندة القمة العربية طيب دكتور فواز هنا نتحدث عن مظلة عربية جديدة بزخم كبير تبدأ بالدبلوماسية تمر بالعمل العسكري وترمي إلى الدبلوماسية والحوار مرة أخرى كيف نفهم هذا الزخم الكبير والجديد أولا بالفعل هناك زخم عربي سياسي وعسكري لا شك فيه وخاصة أن الدول الرئيسية في العالم العربي مصر والمملكة العربية السعودية وعدة الدول الأخرى تشارك فعليا في هذه الحملة السؤال المهم والحقيقة ما هو أهداف هذه الحملة هل هي أهداف محدودة من أجل الضغط وردع جماعة أنصار الله من أجل العودة إلى طاولة الهوار هذا ما يقال نقتلوله أو الهدف والحقيقة هدف أكبر من هذا الهدف المحدود والحقيقة نوع من كسر شوكة الجماعة الحوثية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ما حدث الانقلاب في اليمن سؤال تحزيري أنا أعرف أننا سمعنا حتى الآن نوع من الصورة الوردية نحن في البداية لا نعرف الحقيقة ما يجع على الأرض اليمن معقد للغاية حقل الغام حقول الغام هذا الصراع مركب للغاية منه صراع إيديولوجي سياسي جزء منه مذهبي صراع قبلي صراع طاحن إقليمي بين المملكة العربية السعودية وإيران ومن ثم الحقيقة الخوف كل الخوف من إنزلاق إذا بالفعل تطورت هذه الحملة الخوف من إنزلاق اليمن إلى الصراع مفتوح هذا هو الحقيقة الخوف الإسراتيجي مما يحدث حتى الآن أتمنى أن تكون أهداف هذه الحملة الحقيقة أهداف الحقيقة لجمع أوصال البلد ولعقد اجتماعي جديد وإعادة الأوضاع إلى مكان طالعي